هذه براقش أقدم العواصم التاريخية في البلاد التي تحولت خلال السنوات الخمس الماضية إلى ثكنة عسكرية لكن خلال اليومين الماضيين تخلت عاصمة دولة معين الضاربة في جذور التاريخ عن أسوأ مرحلة مرت بها وما إن عادت إلى أحضان الدولة إلا وبادر الجيش والمقاومة بحراستها وتأمينها إدراكا منهم بأهمية ما تزخر به من تراث عريق تعرضت المدينة الأثرية أكثر من مرة إلى القصف والتدمير بسبب تمركز الميليشيا فيها وتخزين الأسلحة كما تعرضت لحفريات وخنادق ومتارس حولت أعمدتها الأثرية التي كان يقصدها السائحون إلى ساحات للمعارك الأسوأ من كل ذلك أن النيل من المواقع الأثرية لم يتوقف عند الحفريات والتمترس خلف الأعمدة بل تجاوزها إلى استحداث هذه المقبرة لشخصيات بارزة من جماعة الحوث المتمردة داخل سور المدينة ولما سقط قتلى من عناصر الميليشيا تم دفنهم فيما أسموها مقبرة الشهداء في براقش كما يجري اعتماد مراسم الدفن بهذه الطريقة التي تتضمن صورة القتيل إلى جوار اسمه المنحوط على القبر كل بحسب مكانته وأهميته فلدى الجماعة مستويات في المراتب يجري التفريق بين أنصارها حتى في المقابر والنيل من هؤلاء ليس فقط فوق الأرض بل تحتها ترجمة نانسي قنقر